السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونية على اليوتيوب بالنسبة اللي بتفرج على الأول مرة ما ينساش اللايك والشريف في الخناة وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له بإذن الله لا يتبعنا ما يستفيد من الحلقات اللي نبقى قدمه لكم أول بأول تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن إيه تردد جديد وحاصر ظهر على الأمر التركي سات أو التركي موقع اتنين واربعين درجة شرق لباقة قنوات روتانة بتقنية الـ HD باقة جميلة ومتنوعة وروعة جدا لو القيمة اللي عندها خلافة اللي أنا بشرح حلقة بسهولة جدا هتدخل على الشرحات الموجودة داخل قناتي وهتلاقي فيها طريقة إضافة القنوات أو الترددات على جماعة الأجهزة وجماعة الرسفرات وجماعة شاشات العرض اللي بتحتاج على الرسفر داخلي أما بالنسبة لكتر من سين في المية من الأجهزة الموجودة هنضغط من الرموط على الزرار المينيو ونقف على قيمة وفاقة كلمة تركيب بقف على قيمة التركيب بضغط عليها بزرار الـ OK هيزهر لقيمة تانية وفاقة قيمة الترددات بنزل عليها واضغط OK وبالنسبة للقيمة الإنجليش هضغط من الرموط على زرار المينيو ووقف على كلمة انسلاشن واضغط OK هيظهر معاي خائمة تانية一 lidt أنزل عليها واضغط OK هم جرد ما بضغط على خائمة الترددات بزرار OK هلاحظ انه ظهر معايا خائمة الترددات اللي قدام حضرتكو كل اللي هعمله هضغط من الرموت على الزرار الأحمر وكتب التردد بتاعه بعدها هضغط OK واتأكد ان الأشراح موجودة على التردد وكل اللي هعمله بعدها هضغط من الرموت على الزرار الأزرق واضغط OK عشان يظهر لي خائمة جميلة مكتوب فيها كلمة اسكان او البحث في اعلى الخائمة ومجرد ما بضغط على الخائمة دي بزرار اوكا الجهازة يبحث التردد بتاعي ويظهر لي رسالة هل تريد الحفظ بتأكد ان انا وقف على كلمة اس او نعم وضغط وكمن الرموت وبالتالي الجهازة يحفظ التردد ويظهر لي الخانات الجديدة اللي انا بملها لحضراتكم في كل فيديو او في كل شرح الخانوات اللي معنا في حلقة النهاردة باقت خانوات روتانة بتقنية الاتش دي ظهرت على الامر التركي سيات او التركي وموقع اتنين واربعين درجة شرق بترخ شهر خمسة او بترخ شهر ارمائي والعامي اتنين وعشرين باقت خانوات روتانة موجودة على تردد اتناش رسيت اربعة اتنين معدل ترميز تلاتين الف والخطبية او رأسي التردد شرطه عالي وسهل استقباله بطباق تبدأ من سبعين او تمانين سنتي ولكن بيحتاج ان يكون عند حضرتك رسيفر بيتعامل بنظام الاتش دي او شاشة عرض بتحتها لرسيفر داخلي بتعامل بنظام الاتش دي علشان تقدر تستابل باقت خانوات روتانة بتقنية الاتش دي على جهازك باقة جميلة ومتنوعة وروعة جدا وبنصح الكل ينزلها على جهازه وبهديها لكل مشاركين وامتابعين خانوات اللي بيتابعوا معي الترددات الجديدة والحصرية اول باول ولو عجبك الفيديو حابب تتابع معي كل ترددات الجديدة والحصرية اضغط لايك والشرك في الخناة واهم حاجة تفعل الجرس عشان وصل لك كل جديد بكده حلقة النهاردة خلصت واشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته